تمكن جهاز مكافحة الإرهاب مدهما بالقوات المشتركة من تحرير منطقة حي المعلمين وبناية محكمة القضاء وسط مدينة هيت ورفع العلم العراقي فوقهما فيما بدأت بتطهير الأحياء السكنية وسط انحسار كبير من قبل مسلحي تنظيم داعش الذي بدأ قادته بالفرار تجاه المناطق الغربية لمحافظة الأنبار قائم مقام قضاء هيت مهنة زبار أكد أن عشرات العائلات خرجت من منازلها حاملة للرايات البيض وتوجهت إلى القوات الأمنية التي أعلنت عبر مكبرات الصوت أنها حرارت المدينة مشيرا لأنه لا توجد أي مقاومة داخل مركز القضاء وتابع أن قوة من قيادة الفرق السابع بالجيش شرعت بتحرير الطريق الرابطة بين ناحية البغداد وهيت لافتا إلى أن طول هذه الطريق يبلغ نحو 20 كم مجلس محافظة الأنبار أعلن إخلاء أكثر من ألف عائلة من مناطق هيت ونقلهم إلى مراكز استقبال النازحين في المحافظة مؤكدا أن القوات الأمنية وفرت المواد الغذائية والإغاثية للعوائل النازحة وإنها تعمل على تدقيق جميع الأوراق الثبوتية للرجال ممن تم إخلاءهم للتأكد من عدم ارتباطهم بتنظيم داعش مؤكدا أن الساعات المقبلة ستشهد تحرير قضاء هيت بالكامل إلى ذلك تضاربت الرواية الرسمية فيما يتعلق بقيام القوات العسكرية بتحرير 1500 شخص من سجن تحت الأرض تابع لتنظيم داعش وبين نفي صدر عن مسؤولين أفادوا بأنها كانت عملية إخلاء مدنيين وليس تحرير رهاء من سجن للتنظيم غربي البلاد وتمثل استعادة الجيش لمدينته ذات الموقع استراتيجي لمحاذاتها نهر الفرات وقربها من قاعدة عين الأسد العسكرية سببا كافيا لدحر التنظيم وطردهم لمسافة أبعد تجاه الحدود السورية وقطع طرق الإمداد والاتصال مع مدينة سامراء في الوقت الذي ستغدو فيه مدينة الفلوجة المعقلة الوحيدة المتبقية لداعش على مقربة من العاصمة بغداد ترجمة نانسي قنقر